بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأن تعبئة السد بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أعلنت أديس أبابا الأحد أنها أكملت المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد هنأ في تغريدة على منصة اكس تويتر سابقا الأثيوبيين بمناسبة اكتمال تعبئة السد بنجاح وقالا لقد أثمرت مثابرتنا الوطنية في مواجهة كل الصعاب مضيفا بأنهم واجهوا الكثير من التحديات منها الداخلية وضغطات خارجية كان متحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية قال الأسبوع الماضي إن الملء الرابع للسد سيتم وفقا للخطط الموضوعة وأن بلاده تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن السد يأتي ذلك في وقت استونفت المفاوضات بين الدول الثلاث بالقاهرة في السبع والعشرين من أغسطس أب الماضي بعد توقف استمر أكثر من عامين بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وكانت وزارة الرأي المصرية أشارت إلى أن الاجتماع لم يسفر عن تغيرات ملموسة في موقف أديس أبابا فيما أعلنت أثيوبيا استضافة جولة ثانية لم يحدد موعدها في سبتمبر الجاري ومنذ إطلاق المشروع عام 2011 أثار سد النهضة نزاعا مع السودان ومصر الذين يعتمدان على النيل في مواردهما المائية حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سد النهضة لا يستهدف الإضرار بأحد وتقدر قيمة المشروع بنحو أربعة مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجاتها من مياه الريء والشرب ترجمة نانسي قنقر